بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الوصفة تا اليوم يحبوها الصغار والكبر حنديروا مع بعض دي سالة بغيوشي بنفس العجينة نخرجو زوج اشكال دي منشان و دي بوغر ليتبعوني في الصفحة ديالي على بالهم بللي نديرهم دي كوموند وحمد لله نجحولي بزاف دونك في هاد الفيديو حنمدلكم كامل التفاصيل والاسرار خاصة اللي حابين يديروا الطالبيات هاد الفيديو تعاونهم بزاف العجينة تجي خفيفة ولا فخص درتلكم ابسط واحدة نستعملها وتجي بنينا بزاف وكل مرة ان شاء الله نوعه في الحشوب هاد النوع ساهل في الخدمة مام اللي تخدم وحدها تقدر تخدم حتى 200 حبة لازم نعرفوا برك كيفاش ننظموا وقتنا تبعوا لفيديو حتى الاخير باش تشوفوا كامل التفاصيل المقادير اللي حنمدلكم يخرجوا 20 حبة كالعادة نمدلكم مقادير مضبوطة الحشو يجينا سويس وقيس حبات لبغيوش دونك تقدروا تديروا حسابكم نبدأوا التحضير عندنا 250 جرام فارينة نكونوا صفيناها نحطوا لها نصف مغرف كبيرة خميرة الخبز لالوفيور بولانجير ومغرف كبيرة سكر نزيدوا تقريبا نصف مغرف كبيرة زعتر اذا كان متوفر ونزيدوا زوج مغرف كبار زيت ونخلطوا كلش ونزيدوا 4 مغرفة صغيرة ملح ونطموا لأجينا انا انجيني غال نطمها بالبن ولا حليب رايب دافي ولا مكاش ديروا ما دافي وزيدوا مغرف كبيرة حليب لحظة نخلوها تتعجن وفي الاخير نزيدوا مغرف كبيرة مارغارين طرية نزيدوها على زوج خطرات ونعجنوها كاش تلت دقائق حتى تولي متجانيسة كيما قلت لكم لأجينة المعجنات لازم تكون طرية كيما نديروها طرية في الأول النتيجة تكون طرية بعد ما تطيب نخلوها تخمر حتى يضاعف الحجم ديالها نخلوها تقريبا 20 دقيقة يعني على حساب الحال يكون صخون ولا بارد وفي هاد الوقت نوجدو لسوسو في خماج دونك للناس اللي حبو يديرو لي كوماند لازم تعرفو تنظمو الوقت سيختو لسالي لازم نخدموهم لجوغ مام سفي الوقت محدود المقادير تعل السوس اللي تكفينا لعشرين حبا كاسو نص حليب الكاسة 240 ميليليتر نزيدو لها مغرف كبيرة ونص فارينة المغرف تكون بومبي السوس لازم تجي عاقدة وشادة روحها القاعدة هي كل كاس حليب نديرو له مغرف كبيرة فارينة مع مرة ونزيدو تقريبا 50 قرام فخوماج فونجو أنا درت بغبير نزيدو التوابل فلفل كحل وتوم مرحي والملح تقريبا 4 ملعقة صغيرة حسب الدوق من بعد لازم ندوقوها ونشوفو إذا خصها توابل ونسقموها دونك في الوقت اللي لعجينا تخمر نحن نوجدو الاسوس بسكو الاسوستان لازم تبرت تماما قبل ما نعمرو بيها البريوش نخلطوها بان فوي ونحطوها فوق النار لازم نخلطو صنزاغي باش ما تدير لناش لي غريمو وقدير هاد الفوقاعات نحوها من فوق النار ونزيدو تقريبا 50 قرام فروماج غابي ونخلطو مليح حتي يدوب للمبتدئين إذا صرتو دارتلكم دي غريمو جوزو عليها بان بغا ميكسر تعاودتو اللي ليس فوالا هاي لكلا كريم كيفاش تكون كي تكون سخونة نحطوها فان غي سيبيون بارد باش تبرد تمتم سورتو كي تكون كمية كبيرة ونغطوها بان فيلم أليمانتر وكونتكت باش ما تدير لناش القشرة تقدرو مام تحطوها فريجيدر هكذا تربحو الوقت عنا دايمن اني نهضر لكم على الكميات الكبيرة فوالا هاي لكلا اجينا بعد ما خمرت ندهنو يدينا بالزيت باش ما تلسقلناش خاصة كي تكون طريا ويعاون باش لا بغيوش تجليس من الفوق نحطو الا اجينا كي ما راني ندير ونشكلو دوائر باش نديرو دي بوغر تقريبا 25 قرام ماشي كتر بس كيتنفخو كي طيبو لسالي اللي نديرهم ماشي ميني لحجم ديالهم متوسط ونزيدو نشكلو لفوق اووال كي ما راني ندير اول حاجة نديروها اون بول وندوروها مليح بين يدينا باش تولي ليس من بعد نبدا ونديرو حربوش ونرققوه في الاطراف غير في يدينا ما يشقاش ديروه فوق العطابل سيختو كي تكون لعجينا طريا يتشكل تمتم نحطوهم يطيبو الى ان بابية كويسة اذا لا حطو انا دايمن نقول لكم طمو لعجينا بالبن ولا الرايب انا نعتبرو محسن ويدير فرق كبير في الخفة لعجينا كامل تصرالنا مين داك يروب لنا الحليب تعليسها شي انا ما نرميهش نخبيه ودايمن نستعملو هكدا وكي ما قتلكم اذا ما كاش متوفر طمو بالماء وزيدو حليب لحظة في العجينا وبالزاف سقساوني اسكوليقو تعلبن يجيبان مور طياب بيانسير ما يبانش سيناو انا ما نستعملوش دونك ديروه وما تخافوش هنايا حبيت نوريلكم هاد الحركة كل خطرة تنحو مورسو باش تشكلوه عاودو طمو العجينا ودخلوها في الاطراف باش تقعد متجانيسة وحتى اخر حبة وهي ليس ومسيجما بعد ما شكلناهم ندهنوهم بصفار بيض اللي نزيدولو تقريبا مغرف كبير زيت تعطينا لون شباب ودجي الحبة ليس وتلمع على بالي راني نعاود بزاف كلمة ليس وتلمع بسكو الحاجة الاساسية اللي تجدب في البريوش هي الوجه ديالو لازم يكون ليس ويلمع سيختو اذا درناه كوماند الشكل يكون مهم دونك سييت نمدلكم كامل الافكار اللي تخرج لكم الشكل ديالو كيما يلزم انا ندهنو زوج خطرات بالبيض هادا هو السر باش يجي لونهم محمر وشباب نديرو لهم البيض قبل ما يخمرو باش ما نخسرهم ش كيكونوا خامرين وما نقعدش نساعف فيهم نضيع الوقت ملاحظة كي تكون كمية كبيرة غير تدهنو شوية حبات حطو الجلجلان واللسانوج قبل ما تكملو كامل الكمية بس كو كان ينشف البيض ما يلسقش الجلجلان واللسانوج ومرطية بيطيحوا نخلوهم يخمروا حتى يتضاعف الحجم ديالهم صافي يخمروا للمرة الثانية ونطيبوهم على 180 درجة تقريبا 25 دقيقة لازم نحمروهم من الفوق هادوهو ما بعد ما طابوا كي ما قلت لكم حمروهم يجو خفاف ريشة نجيبو موس تعمل شار لازم ليكون فيه السنان ونحلوهم كي ما راني ندير ما تقطعوهم شعلازوج خلوهم لاسقين لازم يبردو تماما باش تقدروا تحلوهم سينو يجوكم مع الجنين فالشكل ديالهم من الداخل كيفاش راهم خفاف هادك الزعتر اللي راهو يبان يمد دوق هايل كي ما قلت لكم اذا كان متوفر جربوه نحلو كامل الكمية ونحطوهم تكوتي باش نبدو نفارسيوهم هاقدا نربحو الوقت هاي ليك لاصوس وفخوماج كي تبرد كيفاش تكون شادة روحها وخفيفة في نفس الوقت ونبدو نعمروهم كل حبة نحطو لها تقريبا مغير فا صغيرة معمرة ونزيدو نجوزو على الاطراف بلا سوس من بعد نجوزوهم فخوماج غابي ونسقمو بيدينا باش يجي الشكل شباب عمروهم مليح باش كهادو دي بغيوش ومع الوقت ينشفو دونك ديرو حسابكم باش وقت التقديم يكونو مازالو معمرين وماشيناش فين نعطيكم استوس الفخوماج اللي تديروه على الاطراف خلوه الاخر دقيقة في الفريجيدر اجبدوه كي تجي وتخدمو باش ما يتعجنش وكي تكون كمية كبيرة اجبدوه غير بالعقل ونوعية الفورماج ماذا بيكم تكون مليحة والفورماج لازم يكون جديد باش لي دوق اللي صالي ديالكم يعاوديو اللي هادو تفاصيل صغار بسح يديرو فرق كبير في الشكل النهائي انا يهمني بزاف المظهر تالي بلا لنديرهم خاصة ويلا كانوا دي كوموند فوالا نعمرو اللي فورم المدورين والاوفال بنفس الطريقة واخر لمسة نديرو دي كوردان نحطو فيهم زيتون ولا فورماج ولا دي كورنيشان اللي تحبو ونديروهم فوق لبورجر لمنشانة مندير لهمش باش ننوعو الاشكال ونحطوهم في الكيسات انا مام لسالي ندير لهم لكيسات هكذا كيدوهم يلحقو انتكت انا مدابية كي نعيا على لغاتو ولا لسالي ونخرجهم متحوفين مدابية يلحقو بيان عند الكليونت ومايروحش تعب ديالي في باطل هذه هي وصفة اليوم ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها انا مدابية ما نطولش لي فيديو ايو مام تان نمدلكم التفاصيل المفيدة طلبتوا بزاف هاد الوصفة ان شاء الله تجربوها وكيما تعرفوا وصفاتي الحمد لله كامل نجحين ما زال النوع لكم في لسالي ان شاء الله راني انسينا تطبيقاتكم والى الملتقى في الوصفة الجاية ان شاء الله